اشتركوا في القناة عشان انت وانا وكل واحد هيجيله في انكسار والتضاع يبقى غني بس عارفين معناه ايه ان الله القاب كلي القدرة خالق السماء والارض وكل شيء عارفين معناه ايه ليك انت وانت وانت وانا انه اسمقنا تبقى في وصيته انه نكون ورصة عارفين انت معناه ايه ده معناه انه انتو هتورسوا كل اللي هيورسوا يسوع ده معناه انكو شركاء المراس مع المسيح ده معناه انكو هتورسوا هتورسوا كل مراس يسوع هتورسوا كل روعة يسوع وهتورسوا كل مد يسوع مستوعبين؟ وعشان كده كم الكرم الهايل ده من عطاء النفس وإخلاء النفس والمحبة المضحية المفروض تحفز كل واحد بيحب يسوع أنه يعمل إيه؟ أنه يدي ببلاش أنه يدي بكرم أنه يدي بفرح أنه يدي من غير ما يعد أحياناً بيخطر في بالي أنه يشوف المؤمنين اللي خدوا كتير من إيدين ربنا وهم قاعدين مبسوطين وبيقدموا الفتاة الساقط من طرابزاتهم للشخص اللي إداهم نفسه أنا بحب مارتين لوثر لأنه قال أنه لما أي شخص يبقى تلميس حقيق اليسوع لازم يكون فيه ثلاث تحولات لازم يكون فيه تحول في الزهن وتحول في القلب وتحول في الفلوس الاثنين الأولين بنقبلهم ببساطة لكن لما الأمور تقرب من التحول في الفلوس أغلب الناس بتعترض وعشان كده بنلاقي يسوع يتكلم عن الفلوس أكتر من أي موضوع تاني ما عدا ملكوت الله ليه؟ لأنه كان عارف رب المجد كان عارف إن إحنا هنصخ فيه بخصوص أبديتنا لكن بطريقة ما هنقابل صعوبات في إننا نصخ فيه في تزديد كل احتياجاتنا النهاردة ممكن يكون اليوم اللي فيه فلوسك ممكن تتحول اسمعوني كويس وأنا بختم علشان آخر جملة هي اللي هتفهموا منها الفكرة من القصاتي بعد شوية ترانين في اجتماعنا بالليل الأسيس وقف وفضل يمشي بالراحة لحد المنبر وباختصار قدم واعز ضيف كان حاضر الاجتماع في اليوم ده الأسيس قال للشعب إن الواعز الضيف كان واحد من أصدقاء الطفولة القريبين وإنه كان عاوز يديله شوية وقت علشان يحيي الشعب ويشاركهم باللي يحس إنه مناسب للخدمة لما خلص كلام الرجل الكبير طلع على المنبر وبدأ يتكلم وقال كان فيه أب وابنه وصاحب ابنه كانوا في مركب في المحيط الهادي لما هبت عاصفة جمدة قوي منعت أي محاولة ليهم إنهم يرجعوا للشط الأمواج كانت عالية جدا لدرجة إن الأب بالرغم من إنه كان بحر متمكن لكن مقدرش يسيطر على المركب وراح بيهم هم التلاتة وسط المحيط والمركب اتقلب وفي اللحظة دي من القصة كان فيه اتنين مراحقين قاعدين في الصف الأولاني والأول مرة يظهروا اهتمام بحاجة لما بدأوا يسمعوا القصة دي والرجل العجوز كمل قال الأب ميسك حبي إنقاذ وكان لازم ياخد أكبر قرار يعذب في الحياة لأنهي ولد فيهم هيرميلوا الطرف التاني من الحبي كان قدامه ثواني بس علشان ياخد القرار والأب كان عارف إنه ابنه مسيحي كان مؤمن وبيحب يسوع لكن كان عارف إن صاحب ابنه مش مؤمن والأب صارخ وقال أنا بحبك يا ابني ورمح حبل الإنقاذ لصاحب ابنه قال الأب كان عارف إن ابنه على بعض خطوات هيقضي الأبدية مع يسوع وما كانش قادر يقبل فكرة إن صاحب ابنه هيقضي الأبدية من غير يسوع عشان كده هو ضحب ابنه علشان ينقذ صاحب ابنه قد إيه حب الله عظيم لأنه عمل كده بالزبط معنا وكمل يقول أبونا السماوي ضحب ابنه الوحيد علشان إحنا نعيش بشجعكم تقبلوا عرضه إنه ينقذكم وتمسكوا طرف حبل الإنقاذ اللي هو بيرميه ليكم في الخدمة دي بعد ما الخدمة يلصب بدقائق الاتنين المراحقين كانوا في ثواني جنب الرجل العجوز وواحد منهم قال بأدب دي كانت قصة حلوة لكن أعتقد إنها مش وقعية قوي إن الأب يتخلى عن حياة ابنه الوحيد على أمل إن الولد التاني يكون مؤمن فالرجل العجوز بص على الشابين الحلوين دول وقال القصة دي قدتني لمحة مجرد لمحة الموقف كان إيه مع الله القاب إنه يتخلى عن ابنه علشاني أصل أنا كنت الأب ده والأسيس بتاعكم هو صاحب ابني أحبائي عايز أقول لكم مش هتدركوا قوة الحياة بإيجابية إلا لما تتعلموا إزاي تدوا وتدوا وتدوا وتفضلوا تدوا في منكم هزم الحياة النهاردة وفيه بيعيش حب مهزوم اسأل نفسك هل تحول فكرك عن الفلوس اتحول مع المسيح ترجمة نانسي قنقر